تقدر تغير حياتك وانك تبعد عن كل شيء وحش ومضر اعتقد ان ده اكبر تحدي في حياتك وانك تكون كمان قدوة لناس تانية وانك تقول يا رب يا رب وقف جنبي وربنا يقف جنبك عشان انت عايز تتغير الحياة هو ده اللي حصل بالفعل مع ضيفنا اللي بنورنا النهاردة قدر يتعافى من الادمان وهو سنه صغير جدا وقف قدام نفسه وطبعا طبعا قسرته كانت في ظهره وما تخلتش عنه تعالوا نعرف تفاصيل اكتر واكتر عن ضيفنا للنور ده النهاردة استاذ كريم محمد ازايك يا كريم ازاي حضر ايك عم دايك يعني انت شكلك سنك صغير انت بدأت ادمان امتى وخفيت امتى وبقيت معالج امتى تعال نبدأ القصة من الاول تمام بدأتها من امتى هي الفكرة كلها بس ان في الاول فالس كان حصل شوية مشاكل نفسية بالنسبة لي فكان التهرب من المواجهة كان عن طريق سلوك مكتسب او اتيتود جديد بشكل غير طبيعي بدأت في سن صغير جدا والحمد لله خرقت في سن صغير جدا بدأت من تسع سنين كم؟ تسع سنين تسع سنين بدأت ادمان؟ اه وخرقت ماكسيمام في سن 15 سن ربنا يسلم يا رب سلمك يا رب يعني زي تسع سنين دا انت يعني طفلي يعني من مشاكل نفسية كتير مشاكل نفسية لطفل تسع سنين دا انت اكيد اي يعني اتوجيه تبقى من اصدقاء يعني الله يسمحهم يعني كانت مشاكل دي مع اهلك مثلا لا لا خالص مشاكل نفسية في ان انا كنت شخص بطبيعته انطوائي جدا صعب ان هو يكلم صعب ان هو يتعبر عن الجواية اه صعب بكل الاشكال ان هو يتحمل المسؤولية كطفل ومش عارف اتعامل مع نفسي يعني وانت عندك تسع سنين اه ما عنديش حتة المهارة ان انا علشان شخص انطوائي ان انا اعبر عن اللجوية بسهولة او ان انا اعبر اه ان انا زعلان او ان انا مبسوط او ان انا متدايق فقدت دايما في عزلة او في واحدة وده كان ابسط حل بالنسبة لاصحاب السوق ان ده يتوجه لباب تاني اقدر ان انا نفضي فيه طاقة السلبية بتاعتي وان انا اقدر اعبر عنه بسهولة يعني عملوا ايه طب معلش ما احنا عايزين نتعلم عشان نحذر اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان ام عندها طفل تسع سنين هو الفكر ان ابنها هيبقى مود من ده بعيد كل البعد عند مخة تسع سنين ده بالنسبة لها يعني بالكتير هيكسر اللعب بتاعته يعني اه بالزبط ايه اللي حصل بالزبط في الفترة دي مين يعني مش هنقول اسامي صحاب بس يعني دخلوا عليك ازاي قالوا هلك ازاي وصلوك للمرحلة دي ازاي ممتك كانت فين هي الفكرة كلها اولا اه يعني انا في كعيلة واسرة احنا مرتبطين جدا ببعض بس انا اللي كنت منطور واخي الجو تمام اه عشان واخي الجو جنب فالحتة دي اثرت علي بشكل مباشر وبشكل محفوظ جدا مم فبدأت ان انا خايف اتكلم في البيت عشان ما اتفاهمش غلط عشان ما اتضربش عشان ما اتزعق ليش مم فهي كلها مفاهمة المغلوطة اللي كانت كانت عندي كريم شكرا